أهلاً وسهلاً مشاهدين بكم في الحلقة الأولى من برنامج حريتك مع حواس وضيفنا في هذه الحلقة العميد علي الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي حضرة العميد أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً بكم حياكم الله في المؤسسات العقابية والإصلاحية ممكن أن نعرف من خلال هذا اللقاء أول شيء سنعرف بطبيعة الورنامج ولكن المؤسسات العقابية والإصلاحية ما هي مهامها بضبط نحن في حقيقة الأمر المؤسسات العقابية والإصلاحية لدينا مؤشرين رئيسياً في الإدارة العامة للمسألة العقابية المؤشر الأول تنفيذ الأحكام والمؤشر الثاني الذي هو تأهيل النزلة المؤشر الأول خاص بتنفيذ الأحكام الدميع النزلة الموجودة هنا يصدر بحكم حكم قضائي يقوم بتنفيذ الحكم في المؤسسات العقابية وبعد انتهى الحكم طبعاً يفرج عنه خلال فترة وجوده في الحكم نحن خلال فترة وجوده في المؤسسات العقابية نحن كمؤسسات العقابية بناء على تعليمات القيادة نحن ملزمين أن نقوم بتأهيل النزيل وتدريبه في أي جانب هو عنده إلمام أو أنه يحب يتعلم صنعة معينة نحن في الدار العامة ومؤسسات العقابية نقوم بالعامة لماذا اسمها هكي؟ التسمية من أين أعدت؟ لأنه جانب تنفيذي وهو تنفيذ الحكم لماذا اسمها سجن مثلا؟ نحن على الله يسلمتش في المؤسسات العقابية النظرة يمكن مؤخوذة أن كل سجين موجود في المؤسسات العقابية هو متهم بالعكس نحن ننظر إلى سجين باعتباره نزيل لأنه ليس بالضروري أن كل شخص موجود هنا يكون متهم قد يكون ظروف اقتصادية معينة أزمة ظروف عالية كانت أدت إلى السجن فما ننظر نحن النظرة الموجودين في السجن عندنا هم متهمين لا البعض منهم أيضا ما قلت ما لأي ذنب في وجوده هنا لكن الظروف الاقتصادية خلت بالنجتواجد برامج التأهيل وبرامج المساعدات التي تقدمونا من أين هي مستوحى وفق لأي قانون دولي محلي كيف تتم؟ نحن في معظم دول العالم المؤسسات العقابية فيها جانب إصلاحي وجانب أيضا عقابي الجانب الإصلاحي ضروري جدا لأن مثل ما نقول نحن كمؤسسات العقابية بناء عن تعليمات ساعدة القادة العام اللواء عبدالله خليفة المري ومتابعة مستمرة من ساعدة اللواء خليل إبراهيم المنصوري قايمين بالجانب هذا الجانب التوعوي أو الجانب التأهيلي الجانب التأهيلي في الإدارة العامة المؤسسات العقابية نحن عندنا إدارة تدريب وتعليم النزلة عندهم أربع أقسام في الإدارة هذه قسم التدريب المهني قسم التعليم قسم خاص بالرياضة وقسم خاص بالقرآن الكريم الديني بمعنى صحيح كل النزلة في المنصات العقابية يقدرون يدخلون أي مجال يحبون أن يتعلمون منه يقتصر اهتمامكم على ليس فقط على النزيل وتواجدهون خلال توقفات وللأيضا تهتمون بالعائلة وتهتمون بشؤون علاجه وتأمين كل صبل يعني أن يعيش بطريقة ما بنا نقول لحد الأدنى ولكن طريقة مرموكة نعم أختي الفاضلة نحن كل نزيل يدخل مؤسسات العقابية يتم الأول ما يدخل مؤسسات العقابية يتم فحصة عن طريق المختبر الموجود أساسا في المؤسسات العقابية التابع لمركز شرط الدبيع الصحي ويتم أخذ عينات دم وأشعة والصدر وإلى آخر كل الفحصات هذه لضمان دخول أي نزيل لمؤسسات العقابية يكون سليم صحيا أمي بمي في حالة وجود أي شك أن هذا النزيل مصاب بمرض معين يتم علاجه داخل مؤسسات العقابية نظر لوجود الطباء أو الطباء المختصين إذا تعذر عليهم إذا تعذر على الطبيب علاجه وبالتالي يتم نقله إلى المستشفات الخارجية لتكملة العلاج إذا تعذر لكن نحن حاليا يمكن معظم نزلاءنا موجودين يتم علاجهم من خلال سواء الدكتور العام أو الأطباء التخصصيين الموجودين في المؤسسات العقابية أما إذا هم 24-24 ساعة موجودين نعم الأطباء موجودين إلى الساعة تقريبا عشر بالليل وبعد العشر بالليل أيضا الممرضين موجودين ويتخذون اللازم بخصوص النزيلة سنتحدث عن المساعدات لأن برنامج حريتك محواز مهتم بأن أهل الخير تنظر إلى بعض الحالات الموجودة اللي كمان حنوردها في الحلقات القادمة حضرت المدير حضرتك قلت أن برنامج المساعدات يعد جزءاً من استراتيجية شرطة دبي تحسين حياة النزلاء تعزيز حقوق الإنسان تأهيلهم لحياة كريمة بعد الخروج من المؤسسات الإصلاحية العقابية والإصلاحية وهذا أمر جديد بالنسبة للعالم العربي ولكن ليس جديد بالنسبة للإمارات فكيف نتحدث عن هذه؟ نحن في الدار العامة المساعدة العقابية ملتزمين بمعايير الـ 127 معيار الخاص بحقوق النزلة وسميه أخيراً بمعيار نيلسون مندلة لحقوق النزلة من كل جوانب الـ 170 نحن الحمد لله بناء على تعليمات متابعة من القيادة أيضاً راهمين بالعمل هذا الجانب الإنساني في المؤسسات العقابية لدور كبير جداً الإدارة العامة المؤسسات العقابية شكلت لجنة خاصة بمتابعة شؤون النزلة الخاصة بالمساعدة الإنسانية كل ما يتعلق بالمساعدة الإنسانية في قسم مختص في ضابط بالإضافة لكادر وظيفي يقوم بالعمل هذا يومياً ينزلون نزول ميداني إلى داخل المباني والجلوس مع النزلة والاطلاع على مشاكلهم والعمل على حلها أنا أتكلم عن الجانب الإنساني الجانب المادي طبعاً المؤسسات العقابية خلال عام 2017 تكفلت بحوالي تقريباً حوالي خمسة مليون وسبعمائة وكثور مبالغ هذه دفعت كشامل الديات وشامل تذاكر السفر وشامل أيضاً رسوم دارس وعجارات وبعض المطلبات الأخرى اللي بالمؤسسات العقابية قامتها خلال 2018 خلال الثلث الأول لدار العام المؤسسات العقابية أيضاً دعمت النزلة بحوالي تقريباً حوالي مليونين ونص درهم شامل كل الجوانب اللي ذكرتها نحن في المؤسسات العقابية فيه اجتماعات تعقد شهرية دورية إذا استدعى الأمر نعقد اجتماع طارق أيضاً نجتمع لجنة مصغرة ونناقش الأمور هاي هنا إذا استدعى الأمر حالة نزيل نستعد عنه بسرعة نحن نتخذ إجراء لكن في سؤال متى يكون هذا الحالة الطارقة هذه بأي حالة بأي كيس نزيل دخل هنا عنده ظروف معينة وأسرية ما أحد عندهم هناك نحاول قدر المكان لمشى ملهم معاهم فعنده أطفال صغار حرمة كبيرة في السن زوجة مريضة هالحالات أطفاله في مدارس يستعد الأمر أن نحن ندفع رسومه وإلا أنهم يتم فصلهم المدارس أجار رسوم أجار منزل المؤجر حدد لهم يوم نهائي يعزلون أو أنه يدفعون هذه الحالات نحن بشكل فوري تندخل ونتخذ اللازم طبعا هذه أيضا لها اشتراطات اللجنة لما تعقد تدرس الحالات قبل طبعا تفرز الحالات وتم مناقشة النزلة شو الدخل للنزيل إذا عنده دخل خارجي غير الدخل سواء كان من الشؤون أو عنده تجارة أو عنده شيء معين نحن بدورنا ندعم الموقف بعد ما ندرس ونشوف أن الاشتراطات تنطبق عليه بالتالي نحن نوافق أعضاء اللجنة يوافقون عليه نعتمدها ونصرفها حضرة العميد هناك قسم مثل ما قالنا رعاية إنسانية أيضا دفع ديات هذا يعني في غير دول ما بتصير كيف تخذ القرار بأنه تتوصله لأنه لدرجات عالية بالمساعدة أختي أحنا لا يسلمتش في الموسات العقابية يمكن عانينا من بعض المشاكل مع بعض الشركات التأمين اللي هي يعني ظروف ما ما تدفع الديات أولا بأول ويتم تأخير النزيل الفترة لحد ما نشوف كيف ممكن يعني الشركة تتكفل به بالتالي نحن في الموسات العقابية ننظر للحالات هاي حالات إنسانية بحتة ونعمل فورا على دفع الديات إذا ما تعذر على شركة التأمين لسبب ما إنه ما تتكفل بدفع الديات النزيل فإحنا موضوع الديات عندنا تعليمات من القيادة ننظر لها بعين الاعتبار لا سيما إنه سعادة الفريق المرحوم خميس مطلم زينة كان لدور رئيسي في موضوع الديات وأصر دائما وأبدا إنه نعطيها أولوية على بقية في عدة أطراف ممكن أن تتضرر حضرة العميد تقول أن الحلول والمساعدة الإنسانية لا تكتمل من دون تعاون الشركاء الرئيسيين كالجمعيات ومؤسسة الخيرية والإسلامية وغيرها كيف يتم التواصل مع هذه الجمعيات وأهل الخير ومساعدتهم في الإفراج نحن في المؤسسات العقابية عندنا شريحتين من الشركاء المؤسسات الخاصة وبعض المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى الأشخاص اللي هم فاعلي خير جئت نتواصل وياهم مع لجنة الشؤون الإنساني أي قسم الشؤون الإنساني تواصلهم معهم باستمرار وننظر للحالات عادة في بعض الأوقات نعرض عليهم الحالات وفي بعض الأوقات يطلبون مننا نحن نشوف شو الحالات الموجودة الشركاء يطلبون حالات اللي هي تنطبق عليهم وشروط ويتكفلوا مدفعها بعض الشركاء أيضا توجهوا آخر يقول أنا بتفع لكم كوبونات لوزعوها على الذوي نزلة لجو إلى محلات السبا ماركة والجمعيات لشراء أمير البيت بدلا من أن نحن نتفعلهم مبالغ وهذا أيضا جانب إنساني عندنا حالات أيضا بعض الشركاء يطلبون أنهم يساعدون ذوي النزلة لا سيما الأطفال منهم إذا عندهم مدارس أو عندهم أجارات يركزون على الجانب هذا فنحن نزولا عند رقبة الشركاء ننظر إلى الحالات هذه ونرفع الحالات إلىهم ويختارون منهم حضرت الحميد أيضا هناك تساهمون نفسيا واجتماعيا بمعالجة النزلة ومساعدتهم أي برامج تعتمدون وكيف تتم العملية هذه؟ نحن لدينا شركاء رئيسيين في المؤسسات العقابين ضمن الشركاء هيئة تنمية المجتمع إذا هم ملغفير قائمين بعملهم على أكمل وجه مخصصين لنا أخصائيين اجتماعيين وأيضا هيئة الصحة خاصة أخصائي النفسيين نحن في دورنا هذا نوصل النزلة اللي محتاجين لدعم جانب النفسي أو الجانب خاصة بحالة الجريمة نكون في جريمة نعم فالجماعة يعني عندهم تواصل باستمرار مع النزلة ويقومون بحل مشاكلهم سواء كانت مشاكل خارجي أو داخل السجن لسيما أن بعض النزلة لأول مرة يتقر في المؤسسات العقابية ولازم يتأهل يتقبل الوضع أنه موجود في المؤسسات العقابية مع العلم أنه إذا نظرنا في المؤسسات العقابية اليوم مع بعض الدول ما في مجال المقارنة ما في مجال المقارنة نعم ما في مجال المقارنة حضرت لعب هالبرنامج أنتوا تجربة فريدة من نوعا بس حضرت لحمين أصعب الحالات كيف تتعاملوا معهم؟ أختي مثل ما قلت لك ننظر لحالات هذه عسبين المثال عندنا في المؤسسات العقابية تصنيف المباني يعني لا يمكن واحد دخل تجمعون مع بعض أنا شفت الجنح لحال نعم يعني لا يمكن أن نزيل عمره 18 سنة أو 20 سنة أخلي مع نزيل عمره 50 سنة أو 40 سنة لا يمكن أخلي نزيل لأول مرة يدخل المؤسسات العقابية أخلي مع أصحاب السوابق لا يمكن أن أخلي نزيل يعني قضية بسيطة مالية مع قضايا متورطين فيها قضايا قتل مخدرات وإلى آخر ننظر للجانب هذا ونعمل على أن نحن نأهل النزيل أنه يبني علاقات نعم ويتعلمه من بعض نعم هذا ضروري جدا أني أنا لما أخلق لجو يتقبله هذا يعني شيء طيب أن مؤسسات العقابية تبدوها الجاهزية عشان تستقبل النزيل وتأهله يعني أليل ما بيصير عندكم حوادث أو لا الحمد لله حوادث ما عندنا الحمد لله حوادث ما عندنا أنا بقول لك ليش حوادث ما عندنا لأن نظرا للخدمات اللي نقدمها في المؤسسات العقابية يعني ما أظن نتيق النزيل المحتاج لعمل مشاكل ما مشاكل أولا موضوع الخدمات اللي نقدمها سواء كانت الخدمات الصحية الإعاش الوجبات الغدائية حتى لحظت أنه فيه بيساعدوا بعض عندنا البطاقة التي في المؤسسات العقابية الله يسلمت نحن في المؤسسات العقابية هنا يمنع من عنباتها على النزيل استخدام الأوراق النقدية في التعامل داخل المؤسسات العقابية مجرد ما النزيل يدخل في قسم الأمانات يتم فحصة طبعا في قسم الأمانات يتم استلام النزيل وتسليم اللبس المطلوب له والبعض منهم محتاج لبعض احتياجات الخاصة احتياجات الخاصة مثل شامبو صابون بروش أسنان هذه المؤسسات العقابية منذ دخول النزيل منذ دخول النزيل يتم تسليمها حتى تراعوا أمور النظافة كثيرا نعم بعد هذا أيضا يتم إصدار البطاقة أول شيء نحن استلم عن المقتنيات سواء كانت مبالغ مادية سواء كانت موبايلات سواء أي شيء مقتنيات شخصية نحن استلمها وعند خزنة عبين نحطها في الخزن وتسكر طبعا ويستلم رصيد ويتم تصويرها وتصدر البطاقة البطاقة هذه موجودة فيها كل معلومات النزيل موجودة في البطاقة يعني مش فقط معلومات النزيل بغى يطلع من المؤسسة أيضا البطاقة هذه اللي خلالها تم التعرف عليه بغى يطلع السوبو ماركت يشتري لوجبة معينة من السوبو ماركت بغى يطلع المطعم يشتري لوجبة من المطعم كل هذا من خلال البطاقة وكيف تم تعبئة هذه البطاقة نحن في المواسطة العقابية أيضا لنا تجربة فريدة من نوعها على مستوى يعني ما أقول الدولة يمكن على مستوى الوطن العربي كله نحن بالشراكة مع بنك الإمارات NPD خصصنا ثلاث طرق لإداع المبالغ لنزله بدلا ما أي أهل نزيل أو أبوه أخوه أمه أي شخصية بدلا ما ينستقبال داخلي يدخل مبلغ في حساب النزيل لا احنا وفرنا عليهم الجانب هذا من حق أي ولي أمر أي زوجة قريب من النزيل ذوي نزيل نروح بنك الإمارات NPD ويحط في حساب النزيل من هناك خلال 24 ساعة المبلغ يكون في حساب النزيل هذا هي الطريقة الأولى الطريقة الثانية إذا عنده حساب ممكن أونلاين من حسابه أيضا يحوله إلى حساب النزيل الطريقة الثالثة عن طريق الأب ممكن أيضا يحول مبلغ لحساب النزيل هذه كانت المرحلة الأولى المرحلة الثانية حاليا كان لنا اجتماع خلال الأسبوع الماضي والمرحلة الثانية بنبدأ مع بنك الإمارات الإسلامي يغطون أيضا المناطق كلها أي ذوي نزيل بيدخل أي مبلغ ممكن أيضا عن طريق بنك دبي إسلامي مواكب المرحلة هذه أيضا البنوك الخارجية اللي خارج الدولة نزيل موجودة هنا هل في بريطانيا هل في صغافورة هل في الصين هل في أي دولة موجودة فيها بنك إمارس إنبيدي ممكن يدخل مباشرة تدخل على حساب النزيل هذه طبعا من ضمن الخدمات اللي احنا قدمناها سؤال إذا النزيل ما عنده حدا يعطي فلوس يعني أو يحط نحن نتكفل به نحن نتكفل به من مواسات العقابية مثل ما قلت لك نحن الوازمة الخاصة أيضا وحتى أكله وشربه أكله وشربه كل شيء لكن أيضا جانب آخر أن النزيل نحن ندفعله شهريا مبلغ معين بسيط لقضاء احتياجات المطوبة وفي نفس الوقت أن الشجع على الساس يتعلم صنعة يدخل الحرف ويستلم راتب ويمكن يعمل هنا يعني طبعا 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 في المواسات العقابية احنا فاتحي المجال كل نزيل ممكن يدخل ويتعلم صنعة ويشتغل وبعدين من جراء الشغل هذا احنا يسلم راتبه ويصرف الراتب هذا يعني هذا الجانب يسح له شخص منتج طبعا طبعا أنا بقولش يعني في بعض النزلة من خلال الراتب هذا يشتري له لوازمة يشتري مطعم بطاقات الهواتف بالإضافة إلى أنه يرسل مبالغ لأهلة في بلده يعني هذا المجال مفتوح لكل نزيل إذا يريد يشتغل حتى ما يعرف أي صنعة نحن ممكن نعلم صنعة ويبدأ يشتغل مش ممكن أنه يشعر أبدا بدون أبدا أنا حتى أقولك يعني اليوم في المواسات العقابية أي نزيل عنده أي فكرة تكارية احنا أيضا مستعدين ندعمه وليس أن احنا فقط حتى مواسات خارج إطار شضاد بي في عندنا المواسسات في عندنا شاركة مستعدين أن يدعمون الجوانب هذه استوقف حدث العميد مع فاصل علينا وبعدها نكمل حوارنا معك استحدث عن الإبتكار ومدى التشجيع النزل على استعادة حياتهم وحريتهم وأهداف هذا البرنامج برنامج حريتك مع حواس وقامة أهلا بكم مجددا مشاهدين في هذا البرنامج وفي الحلقة الأولى منه برنامج حريتك مع حواس وهو تماشيا مع نهج الشيخ زيد في العطاء والإنسانية حضرة العميد نستكمل حوارنا معك وكنا نتحدث عن الإبتكار وهناك نزلاء أتت الفرصة لهم بأن يأخذوا براءة اختراع لبعض أعمالهم حدثنا عن ذلك نحن في الحقيقة بالمؤسسات العقابية ننظر الجانب هذا جانب الإبتكار طبعا بهمية قصوى لنا اجتماعات دورية مع النزلاء بالإضافة إلى المرور اليومي على النزلاء والتأكد إذا هم عندهم أي ابتكارات جديدة أي فكرة جديدة ممكن نحن ناخذها وندعمها ونبلوها وتكون ناجحة ونطبقها من ضمن الإبتكار أيضا كانت لنا تجربة مع أحد النزلاء في الطاقة المتجددة وكان له أيضا هذا تقريبا يمكن مشروع أول مرة على مستوى العالمي تقريبا حسب ما احنا فهمنا منه وتم من خلاله إصدار براءة اختراع له خلال تواجده هنا يعني يقدر يحصل المكان يقدر يشتغل فيه على مشروع نعم نحن موضوع المكان هذا عندنا يعني إدارة التدريب تقوم بالعمل هذا عندنا مختبرات عندنا قاعات خاصة بالابتكار إذا عدة أنواع المتكار مثلا في نزيل يحب الرسم في قاعة الرسم في نزيل يحب الحاسب الآلي في قاعة الحاسب الآلي في الزراعة في تربية الأسماء في كل شيء موجود من ضمن النزلاء كانت للطاقة المتجددة وهذه أيضا إحنا ساعدناه وتكفلنا بدفع كامل الرسوم وشو محتاج من أدوات أيضا تم شراله وتم العمل به وخذ الشبارات اختراع وطبعا نزيل بعد هذا كمل انتقل إلى بلده وأحنا أيضا نتكفلنا بنقل المعدات هذه عشان يكمل المشروع في بلده وشو جنسيته بلغاري أيضا عندنا مشروع آخر أيضا فيها براعة اختراع اللي هي الزراعة العضوية الزراعة هذه مرتبطة مع ثلاث جوانب اللي فيها الزراعة وتربية الأسماك بالإضافة إلى الزراعة العضوية منها فهذه أيضا بعد خلناها براعة اختراع وحاليا عندنا أيضا المزرعة الذكية تقريبا شغالين عليها بالإضافة لها عندنا أيضا الطاقة توليد الطاقة عندنا في أوروبا عن طريقة طواحين إذا شفتي هم يولدون كهرباء عندنا أيضا نفس الفكرة بس عن طريق الهايوية في الطرق يتم وضع العمدة هذه وهي تولد الكهرباء من خلال التيار الجاي من تحرك السيارات هذه أيضا حاليا نحن شغالين عليها والنزلة هم مشاركين في هذه المشاريع هم النزلة هم اللي يقومون هم اللي قاموا فيه نحنا نوفر لهم فقط احتياجاتهم عشان ينفذ المشروع نحن نوفر احتياجاتهم عندنا تعليمات من تماذكت تعليمات واضحة وصريحة من القيادة يدعموا النزلة اللي عندهم ابتكارات عندهم أفكار عندهم نعم سواء كانوا محتاجين لورايش سواء أي شيء نحن ما بنقصوا إياهم أيضا حاليا بصدد إنشاء ورشة مستقلة أيضا خاصة بالأعمال الحرفية غير أعمال الحرفية موجودة عندنا بس أعمال الحدادة شوية وموضوع الحدادة وكهراء السيارات وكهرباء السيارات أيضا الميكانيكية حاليا بصدد بناء ورشة لهم هذا هو الجديد عام 2018 نعم إن شاء الله طيب حضرت العميد ماذا عن أنظرة سجن النساء والتقينا حن نعرض حالاتهم أيضا النساء الموجودة في المؤسسات الإصلاحية والأقبية كيف تتعاملوا مع النساء وخاصة من هم عندهم حضانة أختي نحن نعمل في مؤسسات عقابية النساء والرجال السواسية من ناحية الخدمات من ناحية الخدمات نعملهم سواسية الحرف بطبيعة العنصر النسائي في المؤسسات العقابية الطبيعاتهم صعبة نحن نطبق عمال حرفية لكن في بعض العمال الحرفية الموجودة كخياطة كصناعة كأكسسوارات مأسسوارات هذه موجودة وإحنا أيضا ندعم هناك بناء تحف في مدينة نعم نعم في بناء تحف في طباعة الاستيكارات في طباعة الأكواب في طباعة التي شيرتات كيف يدخلوا بالفان؟ يعني هو عموما حتى بعد عندهم مرسم بعد عندهم فيه هناك فنساء نحن ندعم الجانب هذا على حسب قدراتهم وإمكانياتهم اللي متوفر عندهم نحن ندعمهم ونساعدهم ومقصرهم موضوع الحضانة يعني القيادة أيضا رأت بعين الاعتبار الجانب هذا وأنشأت حضانة حديثة لأطفال النزيلات التسع تقريبا لحوالي أربعين طفلة طفل وطفلة طفل وطفلة رأت القيادة أنه ضروري إبعاد أطفال النزيلات من النزيلات لأنه لا يتأثرون سلبا وتكون هذه مرتكسة في عقليتهم أنه كانوا فترة من فترات في السجن مع النزيلات فرأت القيادة أنه ضروري وهم بشوفوهم بباقي معين نعم فنحن نبعدهم نهائيا طبعاً يكونون مع أمهم سواء كان طفل أو طفلة مع أمهم طول النهار بالليل في توجه القيادة أنه نحن نمي مربيات يعني متعلمات يقومون بالواجهة باهتمام بالأطفال هذا حسب توجه القيادة لأنه نحن في المؤسسات العقابية والإصلاحية حسب أنظمة المؤسسات أن الطفل من ولادته إلى سنتين يكون برفقة أمه بعد السنتين ممكن يطلع يعني إذا دوي بيون يأخذونا ممكن يأخذونا كان عم أهل أهل يستلمونه ويعيش خارج المؤسسات العقابية نتكلم عن أثناء وجوده من ساعة ولادته إلى سنتين أنتو تحت أمه وفيد نعم نهتنا نحن نتكفل بكل احتياجات مطلبات حضرة العميدة ماذا عن فيه عنبر خاص بزويل احتياجات الخاصة حين الله يسلم تشوفي وشو حالتهم يعني شو الأسباب اللي أدت إلى وجودهم يمعدون على صابع دوي احتياجات الخاصة ما ضم قضاياهم قضايا بسيطة يكونوا في سجن وما يبقوا كتير يعني دغري قضاياهم بسيطة جدا وها يكونوا في سجن الجنح المخالفات السجن الجنح المخالفات احنا بتنسيق مع إدارة العامل الخدمات التجهيزات تم تجهيز غرف وأسرة وبالإضافة لحمامات الخاصة بذوي النزلة من أصحاب الهمم وفرناهم لأن قضاياهم بسيطة وفترة أحكامهم بسيطة جدا بين الأسبوع إلى الشهر مكسيمة ثلاثة شوئ عن الأحداث حدثنا عن الهند تحت السن الأنوني ما هي القضايا اللي يدخلوا فيها وكيف تتعاطوا معهم؟ احنا نغتي بالنسبة للأحداث يعني التعامل الجانب الصحي وجانب العائشة أسوة ببقية النزلة لهم مبنى خاص من فصل تماما عن كبار وعن الرجال والنساء من فصل تماما لهم قاعة دراسية قاعة تلعاب داخلية قاعة تلعاب خارجية أو ملاعب خارجية طبعا عندهم الفحص الطبي والعاشي كل أسوة بالرجال لكنهم أمنيا نتولى أمرهم أما موضوع التأهيل ومتابعتهم فهم أساسا الأحداث تابعين لهيئة تنمية المجتمع معظم القضايا اللي بيدخلوا فيها يعني كيف ننصنفها؟ ما هو التصنيع؟ قضايا بسيطة جدا يعني معظم الأحداث ما يطولون شهر بالكثير قضايا بسيطة جدا يعني ما تذكر هاي غضايا نعم حضرة العميد أنت اليوم شخصية معروفة ومعروفة بمنقبيتها وقدرتها على إدارة يعني في عدد كبير من النزلة هون بهذا القص يعني بمنطقة العوير كيف تصف تجربتك وتعطيك؟ ماذا علمتك؟ ماذا أعطيتها هذه التجربة؟ أنا أول ما يتلل المؤسسات العقابية ما عندي خبرة في مجال التعامل مع النزلة لكني أنا ميدانيا كنت نعم مضابط ميداني وكنت ألقي تقفض على متهمين وأتخذ الإجراء اللازم حقهم وأحولهم للنيابة جهة الاختصاص لكن لما يتهني صراحة الفكرة تغيرت اليوم في المؤسسات العقابية احنا بتعاملنا مع النزلة احنا ما نسميه سجين نسميه نزيل وهذه صغيرة جزيرة نعم فأحنا تعاملنا مع النزلة كسبنا النزلة وكانت نوع من العلاقة بيننا وبينهم صحيح مثل ما ذكرت في بداية حديثي أنه ليس كل نزيل موجود في مؤسسات العقابية يكون متهم خطير لا في بعضهم ظروفهم هل تقول أو تقول أنه أياما في السجن ما زال الله يسلم احنا كمؤسسات العقابية لا ندور في الأحكام لأن الأحكام تصدر من قبل القضاء لكن أنا كون النزيل موجود هنا يجب أن أحافظ عليه أمنيا أحافظ على سلامته أوفر للمشيء معيشه أوفر لكل مطلبات الحياة يعيش كريم في المؤسسات العقابية وبعد هذا أهلي أيضا أدربه علمه ويخلص مجرد انتهى حكمه ما يظل اليوم عندي في مؤسسات العقابية يوم الثاني نفس اليوم بعد الساعة ناشي يجب أنه يخرج من مؤسسات العقابية أديش بيأخذ هذا العمل من وقتك وأديش بيأخذ جهد منك أنك تتابع كل هذه الأمور والله أختي أنا في حققة الأمر في البداية يعني أكون صريح وياتي ما بجهد أنا جهد الأخوان كلهم في المؤسسات العقابية نحن كنا نشتغل كتيم واحد يعني الليلة الوحدة مثلا يقول ما تصفق فأنا هنا اليوم في المؤسسات العقابية موجود كل من أصغر فرد إلى أكبر ضابط عندي كلهم يشتغلون ليل ونهار الليل موجودين العصر موجودين الصبح موجودين إذا استدعى الأمر نكون باستمرار موجودين لحد ما إذا فيه مشكلة حصلة لحد ما نحل المشكلة هذه فأنا عن نفسي لا أنا أتكلم عن فريق كامل نحن كمؤسسات العقابية والحمد لله نشتغل كفريق كامل وكل واحد يساعد الثاني وبهالطريقة هذه يعني الحمد لله هدف الرئيسي منه أن نوصل جميع النزلة يقضون حكومة مني ويخرجون لبر الأموال وضعت على مكتبك كلمة أو عبارة أنا موظف خدمة ليش اخترت هالعبارة بزيزي؟ هذه الله يسلمك كل ضابط وكل فرد في شرطة بي هو موظف خدمة عامة يجب أن يخدم المتعاملين أي ذوي نزيلييني ومن ذوي الاحتاجات الخاصة كبير في السن كبيرة في السن أنا ملزم أن أنزل للاستقبال خارجي وحل مشكلته مبأنا كل العاملين في المنسلة العقابية الشخص المطلوب يقابله في الاستقبال يجب عنه ينزل ويترجل يروح للاستقبال يقابل ذوي النزيل ويشوف شو مشكلته ويحل مشكلته يعني موجودين في المنسلة العقابية عشان نخدم ذوي النزلاء أو المتعاملين شرطة دوباي شرطة يعني متميزة عن باقي الدول العربية أنا لا أقول ذلك إنحيازاً ولكن هناك صمعة طيبة تتحلى فيها يعني ما هي المميزات برأيك أو كيف اكتسبت هذه الثقة في التعامل بالتساوي مع كل الأطراف نحن طال عمرتش هذه تعلمة من الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مزيز وزراء حاكمة باي كل الصفات هذه أو العاملين في شرطة باي تعلموا منها ودائماً ينظر أن يكون الرقم الواحد وإحنا أيضاً في المؤسسات العقابية أو شرطة باي ننظر أن يكون الرقم واحد على مستوى العالم تكرمتم مؤخراً من 2018 وأيضاً في تكريمات عديدة على مر السنين كيف تؤثر هذه في مسيراتكم التكريمات؟ نحن في حق الأمر الإدار العام الموسات العقابية في عام 2017 فازت تقريباً حوالي 19 جائزة مختلفة من مختلفة الجهات وفي 2018 فزنا بجائزتين لحد الحين جائزة سمو وزير الداخلين الموسات العقابية وأيضاً جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد لأفضل جهة دائمة للتعليم هذه تخلينا ننظر أن نعمل أكثر وأكثر وجد عساس أن نفوزه بجواز أكثر ونكون في مصاف أفضل المؤسسات العقابية على مستوى العالم تهنينا حضرة العميد وأريد أن نحن بهذه المقابلة نضع الخطة لخلال شهر رمضان مبارك لمساعدة بعض النزلاء على قدر ما نستطيع من خلال التبرعات التي ستحصل خلال هذا الشهر وستساعد بعض الحالات التي سننجري معها حواراتنا ستأتي التبرعات ما هي الألية عبر الحساب التي يخص المؤسسات وحدثنا عن ذلك كيف تجد دور الإعلام في مساعدة؟ نعم، نحن أختي في المؤسسات العقابية دائما القيادة فيها حساب خاص تم فتح حساب خاص لمساعدة النزلة كل مبالغ هي تنصب هنا في القيادة وبدورنا نحن ننظر مثل ما فضلت لك ننظر للحالات ونرفعها لمساعدة القائد العام لشؤون البحث الجناهي بدوره أيضا يطلع على الكشف ويعتمده ويحوله إلى المالية ويتم صرف المبالغ باشرة للجهات سواء كانت لمحاكم سواء لمكاتب أي جهة كانت تصرف أو للجهات الخاصة أيضا ودورنا نحن كأعلم بهذا البرنامج طبعا نحن مثل ما نزل أمانة في رقابنا أنتوا أيضا نزلها أمانة في رقابكم أنكم يجب أن توصلون للمؤسسات الخاصة للأشخاص اللي يعملون عمل خير توصلونهم أنه في نزلها محتاجين لدعم محتاجين لمساعدة محتاجين لم شمل ونحن مقبلين لشهر رمضان المبارك وهذا شهر خير على كل إن شاء الله يعني نتأمل نتأمل من أنتوا العلاميين دوركم أنكم توصلون الجهات المتبرعة في المؤسسات العقابية في نزلها محتاجين لدعم محتاجين لمساعدة ونحن طبعا نقبلين على شهر رمضان المبارك شهر خير ما أتوقع يعني أن أحد بيقصر في نزلها لا سيما المحتاج منهم نعم حضرة العميد نحن نشكرك على الثقة وعلى آمل أن يكون دورنا دورنا على أكمل وجه شكرا لهذا اللقاء ولهذه الصورة الواضحة عن المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي وفعلا أنها صورة جميلة نأمل أن تكون وصلت عبر إعلامنا وعبر قناة حواس وعبر هذا البرنامج أنا في الحقيقة أكرر شكري لكم لختمة معلوف لقناة حواس والعاملين أيضا على دوركم في إيصال معاناة بعض النزلة إلى المتبرعين شكرا حضرة العميد على هذه الثقة على أمل أن نبرز الصورة الواضحة وفعلا تهنينا نحن كألميين مواكبين للأعمال التي تقومون بها هنا في المؤسسات العقابية والإصلاحية كان معنا مشاهدين حضرة العميد علي الشمالي شكرا له لإتاحة الفرصة لنا لأن نجري الحوارات التي ستشاهدونها مع النزلاء في الحلقات القادمة خلال هذا الشهر شهر رمضان مبارك لا تقصروا أبدا في مساعدة من تجدون أنه بحاجة لكم ولعونكم وطبعا سنبرز في الحلقات القادمة رقم الحساب وأيضا كافة الحالات شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر